بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس السابع والسبعون من سلسلة دروس كتاب الفوائد المطرعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان ابن كمال باشا الحنفي شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النموي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما كنا في الدرس السارق قد قرأنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الطويل لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة وصل إلى قوله رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة قال ليس في هذا الحديث الصبي الذي كان مع المرأة في قصة أصحاب الأخدود وقد ذكره مسلم وعليه يكون الذين تكلموا في المهد أربعة وليس ثلاثة وجوابه أن ذلك الصبي لم يكن في المهد بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان صغيرا يعني قد يكون عمره يعني ستة شهور خمسة شهور ممن لم يعتد الكلام بعد يعني قال المهد مصدر مهد الشيء أم مهده إذا سويته وعدلته ومهد الصبي كل محل يسوى له ويوطع فقد يكون سريره وقد يكون حجر أمه كما قال قتاد في قوله تعالى من كان في المهد الصبية قال وظاهر هذا الحديث الحصر ظاهر هذا الحديث الحصر أنه يعني لا يوجد إلا ثلاثة هم الذين تكلموا في المهد وقال الضحاك تكلم في المهد ستة شاهد يوسف وصبي ماشطة مرأة فرعون وعيسى ويحيا وصاحب جريج وصاحب الأخدون قلت وأسقط صبي الجبار فيكون المتكلمون في المهد سبعة وقد يجاب بأن من عدا هذه الثلاثة كانوا كبارا بحيث يتكلمون ويعقلون وقيل كان كيف أن يتكلمون ويعقلون وكانوا صغارا يعني ينبغي أن يقال لم يكونوا في المهد بمعنى يعني ليسوا صغارا في الأيام الأولى في الأيام الأولى من الولادة وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما علمه ثم أخبره الله بما شاء من ذلك فأخبرنا قوله صومع بفتح الصاد والميم صبي الجبار ما مر معنا في الحديث قرأناه صباحا الحديث الدرس السابق قلنا ذا تلك المرأة التي كانت تحمل صبيا فمر من أمامها رجل على دابة فخمة فارهة بهيئة جميلة فقال اللهم اجع ابني مثل هذا فقال لا هذا هو أحد الجبار نعم قوله صومع بفتح الصاد والميم الجوهري يقال أتانا بثريدة مصمعة إذا دقت أو إذا دققت وحدد رأسها وصومعة النصارى فوعل من هذا لأنها دقيقة الرأس قوله يا رب أمي وصلاتي كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها في النوافل تطبع وليس واجبا وإجابة الأمي وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها فلعله لذلك أحبابنا لذلك كما مر معنا أن عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد جريج لو كان عالما لترك الصلاة وأجاب أمه ولكنه عابد ليس بعالم فوقع بهذا الخطأ قال فلعله خشي أن تدأ أنها تدعوه لمفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحفوظها ويضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه هذا تعليل وتبرير لموقف جريج روى الترمذي الحكيم في النوادر عن يزيد بن حوشب الفهري عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان جريج الراهب فقيها عالما لعلم أن إجابته أمه من عبادة ربه ولكنه كان عابدا ولم يكن عالما هذا يدل على أن جريجا كان عابدا ولم يكن عالما إذ بأدنى فكرة يدرك أن صلاته نافلة وإجابة أمه واجبة لا سيما وقد تكرر مجيئها إليه وتشوقها واحتياجها إلى مكالمته فلا تعارض يوجب إشكالا ويبعد اختلاف الشرائع في وجوب بر الوالدين هذا من بر الوالدين هذا متفق عليه من الشرائع وبعيد جدا أن يكون عقوق الوالدين في بعض الشرائع مأذولا به وفي بعض الشرائع محرما هذا بعيد تماما في جميع الشرائع بر الوالدين رقل من أركان الدين قال والظاهر أن هذه المرأة كانت عالمة صاضلة أمه كما قلنا لما قلنا الحديث هي اختارت الدعاء لم تقول اللهم اجعله زانيا اللهم لا تمته حتى يرى وجه الممسات حيث رفض رؤية أمه انظر كيف كان دعاء يعني كان الدعاء متقن دعاء إنسان فاهم عاقل ليس كبعض الأمهات كل ما يجري على لسانها ولا أذكر كان عملي تقريبا خمسة عاشر عاما خمسة عاشر عاما أو أقل كنت جالسا في البيت أو في المسجد ما أذكر تفاصيل الحادثة ولكن الذي أخبرني كان يبكي خير ما الذي يبكي قال فلانا ما بها فلانا قال كانت دائما تدعو على ولدها كل ما فعل مع شيئا تقول تدعو عليه باللهجة العامية إن شاء الله ما بتجيني إلا بقطع يعني أسأل الله لا تأتيني إلا وأنت مقطع هكذا نعم فلما صار عمر ابنه تقريبا ثمانية عشر عاما عشرين عاما نعم كان راكب متوسيكل أظن أو سيارة أو شيء انفجرت السيارة فيه فأحضروه إلى أمه قطعا أحضروه إلى أمه قطعا في الوقت الذي كانت تحتاج إليه قطع ولدها فأنت عندما تريدين الدعاء على ولدك ادعي عليه أو ادعي له ادعي له فحذاري أن لا تقول يا أخي رب العالمين يعلم طبعا رب العالمين يعلم ولكن أنت لا تعلمين أنت لا تعلمين يبغي عليك أن لا تجري على لسانك إلا ما يرضي الله عز وجل فالمهم ما ذقى للشيخ قال والظاهر أن هذه المرأة كانت عالمة فاضلة ألا ترى كيف تحرزت في دعائها فقالت حتى ينظر ولم تقل غير ذلك وقد جاءت في رواية لمسلم ولو دعت أن يفتن لفتن ولكنها كانت تخشى على ولدها وهي أيضا لو كظمت غيظها أو صبرت طبعا لكان أولى بها لكن لما علم الله صدق حالهما لطف بهما وأظهر كرامته ما عنده كرامتها حيث استجاب دعاها وكرامته حيث أنتقى ذاك الغلام وفائدته تأكد سعي الولد في إرضاء الأم واجتنام تغير قلبها واغتنام صالح دعواتها فالأصل أنت أنت التزم مرضات أمك طبعا وكذلك مرضات أبيك يعني لا ينبغي الأصل الأصل هل نجد نحن أحبابنا دائما الشرع يركز على الأم لماذا؟ قالوا قال الفقهاء قالوا لأن الأم هي نقطة ضعف في الأسرة هذا غالبا يعني غالبا هي تكون ضعيفة هناك أمهات عندهم لا أريد أن أتكلم المهم هي نقطة ضعف نقطة ضعف أما الولد فيخاف من أبيه يخاف من أبيه فلا يتجرأ يعني على مخالفته فلا يتجرأ من عقوقه فلا يتجرأ أن لا يسمع كلامه أما الأم ربما يتجرأ كثيرا عليها فلذلك كانت تركيز على موضوع طاعة الأم وعدم إغضابها وعدم إسخاطها وعدم إزعاجها قال المومسات بضم الميم الأولى وكسرها المومسات أفو كسر الثانية بضم الميم الأولى وكسره الثانية أي الزواني البغاية المتجاهرات بذلك الواحدة مومسة ومعنى يتمثل بحسنها أو يتمثل بحسنها ماذا يعني؟ أن يضربوا بها المفل لانفراضها به من شدة جمالها ذكر الفقيه أبو الليث أن جريجا لما أخذوه قال لأمه يا أماه إنك دعوت الله فاستجاب دعائك حتى في بعض الروايات أنهم لما جروه جروه كان يضحك كان يضحك وهم قد ربطوه وجروه فقيل له ويحك تساق إلى حد فيك وتضحك قال لقد أصابتني دعوة أمي أصابتني دعوة أمي يضحك لما رأى من مكانة أمه عند الله سبحانه وتعالى قال يا أماه إنك دعوت الله فاستجاب دعائك فادعي يكشف غائلة ذلك عني فقالت أمه اللهم إن كان جريجا إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه قال وروي أن جريجا قال للمرأة أين أتيتك وأين أصبتك قالت تحت الشجرة وكاهت الشجرة عند الصومة فقال جريج أخرج إلى تلك الشجرة فقال يا شجرة أسألك من الذي خلقك أن تخبريني من زل بهذه المرأة فقال كل غصن منها راعي الضئن وما ذاك على الله بعزيز واستقر في عقولنا وفي عقيدتنا أحبابنا ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي والشجرة خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وسجدت له وروي على ابن عباس رضي الله عنهما أن أم جريج وكانت مجابة الدعوة معروفة فيهم في قومها بالصلاح وضعت يدها على بطن المرأة ثم دعت بدعوات فقالت اللهم أن تشاهد كل نجوى وعالم كل خفي ومطلع على كل سر وأنت إذا شئت شيئا تقول له كن فيكون لا يعازك شيء لا تحتاج إلى شيء يعني ولا يعجزك ما تريد وأنت ناصر أوليائك اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب وألقى الله تعالى في نفسها النادي ما في البطن فقالت يا صاحب البطن فأجاب لبيك 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 قالت من أبوك؟ قال فلان الراعي عبد عبد بني فلان فتعجب الناس وخلص الله جريجا إذا لا تخف لا يخف الواحد مننا أحبابنا يأتيه المدد من الله سبحانه وتعالى عندما يدخل بالله ويمكث مع الله وبالله ويرحم إلى الله ويعيش تحت راية الله وكلمة الله وعون الله ومدد الله هذا لا يبغي أن يخشى أحدا قال ابن عباس فانطلقت المرأة فوضعت بعد ثالثة فقال الفساق ومن وافقهم من الرهبان وغيرهم ما سمعنا شيئا ما سمعنا شيئا فتكلم الناس من مصدق ومكذب بعضهم قال سمعنا وبعضهم قال ما سمعنا وخاضوا فيه وكانت أم جريج مرضية فيهم لها مكانة عندهم فأتت الملكة فقالت أيها الملك إن الذي أنطق الصبي في بطن أمه قادر على أن ينطقه خارجا من بطن أمه وقد كذب الناس بما رأوا من العبرة فأحب أن تجمع لي المرتابين فقط وتدعو هذه المرأة ففعل الملك وجئ بالمرأة ومعها صبيها فقالت أيها الغلام ابن من أنت فقال أخبرتك وإنما مخبرك أنا ابن فلان الراعي عبد بني فلان فتكلم مرتين مرة في بطن أمه ومرة وهو طفل ولو يعني ابن عباس أن جريجا كان شابا أديبا عالما ترهب وهو ابن ثلاثة عشر سنة انقطع عن الدنيا وكان في عبادته عشرين سنة وكانت له أم ليست بدونه في العبادة والفضل لك أحبابنا هذا أقوله دائما أنا أحبابنا والله أنا في يوم من الأيام حاولت أن أتتبع وإن شاء الله سأفعل هذا الفعل سأفعله وسأصنف هذا سأجمعهم جميعا أولئك العلماء الذين ربتهم أمهاتهم كالإمام الشافعي رحمه الله من الذي جعله إماما أمه الأم يا أحبابي هي التي تجعل الإمام إماما والعظيم عظيما والحقير حقيرا والتافها تافها الأم الأم هي التي تربي إذا كانت الأم تافهة يكون أبناؤها تافهين كانت الأم عارمة تقية يكون أبناؤها علماء قياء لا علاقة للأب الأب واحد بالمئة اثنين بالمئة ثلاثة بالمئة عشر بالمئة والباقي كله على الأم الأم هي التي تربي في الحقيقة هي التي تنشئ الجيل هي التي تنشئ العظماء وقديما لما قالوا وراء كل مرأة عظيم وراء كل عظيما امرأة صحيح هذا الكلام ولا أقول هذه المرأة ثلاثة ثلاثة نساء تجعل العظيم عظيما أولى النساء الأم تجعل الإنسان عظيما الأم تبدأ ببناء العظمة في شخصية هذا الإنسان حيث لا تخاطبه إلا خطاب العظماء خطاب الكبار ولا تعطيه إلا المهام الكبار تعامله على أنه عظيم على أنه جليل على أنه كبير على أنه قائد وبعد ذلك الأنثة الثانية الأخت الأخت تسالد أمها هكذا إلى أن تختار الأم والأخت الزوجة التي تكمل بناء وتكمل بناء هذا العظيم الزوجة بعد ذلك هي تكمل هذا البناء إذا كانت هي عظيمة أيضا أما إذا كانت تافهة تريد أن تصرف زوجها عن العظمة التي يريد أن يتأسس عليها إلى أمور تافهة من أمور الدنيا أنا أركز دائما أحبابي على هذا الأمر فلذلك أحبابنا لمن لم يتزوج اختر المرأة العظيمة التي ربيت في بيت عظيم لتؤسس لك جيلا عظيما ولتدفعك كذلك أنت إلى أنواع العظمة كي تكون متميزا متمكنا يعني عالما الأم الأخذ ثم الزوجة بعد ذلك فإذا ماذا قال ماذا قال الشيخة هنا الذي سأخرجني لهذا الكلام ولإن شاء الله سأجمعنا كنت كدونت بعض الأسماء سأجمعهم في رسالة بإذن الله تعالى وأجعل لها عنوانا براقا يبين دور الأم في تربية وإنشاء الأمم أو العظماء إنشاء العظماء فلا تظن يعني إبن العلامة ابن حجر صيحة فتح الباري كان يتيما كثر كثر أولئك الذين كانوا أيتاما واعتكفت أمهم على إنشائهم وتأتي بعض النساء وتقول لك يا أخي أولادي ما بيسمعوا كلامي لا يسمعون كلامك لأنك أنت فاشلة لأنك أنت كذا 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 لا أريد أكثر من ذلك أنت اتركي كل شيء وأقبلي على بناء أبنائك ولكن آخر شيء آخر هم يكون في عقلك أن تري أبنائك وبناتك في القمة هذا آخر شيء تفكرين فيه ولو كان أول شيء تفكرين فيه لمنعك ذلك من الطعام والشراب والنوم لمنعك من كل شيء ليه؟ لأنني أريد أن أكون أمة العظيم فلان أمة الناجحة فلان أم الناجحة فلان أريد أن أكون عظيمة يوم القيامة بهذا الجيل الذي أنا أنشأته ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالأحباب نربوا بناتكم أو بناتكم وأسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يربي لنا أبنائنا أن نربيهم على أن يكون كل بنت عندنا في ذهنها مشروع بأن تؤسس لهذه الأمة رجالا لهذه الأمة رجالا يغيرونها يبدلونها من هذا الحال الأغبر إلى الحال الأنور من هذا الحال المظلم إلى الحال المضيء يكون سبب تأثير وتغيير وتبديل اللهم عنا على ذلك المهم قال وكانت له أم ليست بدونه في العبادة والفضل وكانت تختلف إليه بالطعام والشراب فأنته ليلة ذهت مطر وليح فدعته فأبطأ عليها حتى تبرمت فدعت عليه وكان الفساق قد ولعوا بالرهبان والأحبار ولم يكن عندهم أغيظ ولا أشد عليهم حنقا منهم على جريج يعني كان الفساق قد يعني التفوا حول الرهبان وعبثوا بالرهبان والرهبان غيروا وبدلوا كما تجد بعض طلاب العلم الآن يجلسوا مع أولاس في المقاهي يشربون الأرجيل والدخان ويلعبون الورق ويلعبون بالزهر كيف هذا؟ قال أنا أمرهم بالمعروف إن شاء الله هذا باطل أنت أنت على باطل فتجد هؤلاء يعظمون هذا الشيخ ويحبونهم ويبجرونه ويقولون عنه أنه شيخ مديرن شيخ مديرن شيخ القرن الواحد وعشرين ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا ليس شيخ هذا مهلك هذا ما حصل مع أغيظ في عهد جريج وكان سلتهم إذا ترهب الرجل ثم أتى بالفجور لم يقبل منه إلا القتل قد يقال أزالي لا يرحق يرحقه الولد وجوابه من وجهين أحدهما لعله كان في شرعهم يرحقه والثاني المراد من ماء من أنت وسماه أبا مجازا والصومعة هي نحو المنارة ينقطعون فيها على الوصول إليهم وعلى الدخول عليهم فيه دلالة على أن من تعدى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده كما كانت هدموا له صمعتهم صومعتهم أعادوها كما كانت إذا ضبطت صفته وتمكنت بماثلته ولا يلزم قيمة ما تعدى عليه وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله من هدم حائطا بنى مثله أنظر هذه الفائدة الدقيقة التي استبطها العلماء من حديثه من صومعة جريج قال فإن تعذلت المماثلة فالمرجع إلى القيمة هذا مذهب الكوفيين والشافعي وأبي ثور وأهل الظاهر وهما الشهور ومذهب مالك وأصحابه وجماعه أو مذهب مالك وأصحابه وجماع أن فيه وفي سائل المطلفات المضمونات القيمة إلا ما يرجع إلى الكيل والوزن بناء منهم على أنه لا تتحقق المماثلة إلا فيهما يعني بالكيل والوزن فقط أما ما عدا الكيل والوزن لا تتحقق المماثلة الفارهة بالفاء النشيطة الحادة القوية وقد فرها بضم الراء فراهة وفراهية والشار الهيئة واللباس الهيئة المزينة التي يشار إليها من حصنها يمصها بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكي ضمها يمصها ومعنى قوله اللهم اجعلني مثلها أي سالما من المعاصي كما هي سالما وليس مثلها في النسبة إلى باطل يكون منه بريا ومعنى تراجعا الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهلا له فسألته وراجعته أم هذا الصبي الرضيع نظرت إلى الصورة الظاهرة لذلك قلنا لما قرأنا الحديث أحبابنا كثير من الناس إيمانهم بعيونهم بما تراه عيونهم وهذا ما ينبغي أن يغتر به أصحاب البصائر أصحاب البصائر لا يغترون بما والله يا أحبابنا مرة تذكرت الآن حادثة والله المرة كنا مع سيد الشيخ عبد الرزاق الحلبي رضي الله عنه أرضاه وجعله في الفردوس الأعلى آمين 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 كنا والله يا أحبابنا جالسين في غرفته كنت الفقير أظن أثنان أو ثلاثة كنت أن أقرأ أمامه القرآن ما أكملت الختمة عليه وهذا الكلام قديم يعني قبل وفاته تقريبا الشيخ أنا قلأت عليه القرآن ولكن ما قلأت ختمة كاملة تقريبا هذا الكلام أنا فيما أذكر بالألفين أو قبل الألفين أيضا المهم كنا جالسين نقرأ والشيخ من عادته يجلس هكذا ويظنه الطالب أنه نائم ولكنه ليس فإذا ما أخطأ ولو بحرف ولو بحكم مباشرة يرده كان جالسا هكذا فدخل رجل زنجي أسود 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 زنجي فإذا بالشيخ يرجع هكذا الكرسي والله ويقوم على حي هكذا يرفع يرفع هكذا يقوم أهلا وسهلا ومرحبا نحن تفاجأنا وقام من خلف الطاولة كان كبير الشيخ عجوز يعني وسلم عليه وأخذ بيده وأجلسه وقبله من رأسه وتحدث معه عشر دقائق من الساعة ثم قام وغاد وعاد إلى الكرسي وجلسه فنظر هكذا كعادته الشيخ من تحت النظارات هكذا نظر إلينا قال يا ابني أما رأيت النور والله يا أحبابنا والله لا أنساها أما رأيت من نور الذي يصطع من وجهه ونظر كيف وإن ظن بأنه يخدعهم هم يعني يتغاضون من باب أنهم يسترون هذا المستور لا يريدون فضيحته أما في الحقيقة سيد الشيخ عبد الرزاق سيد الشيخ أمها بالصبي الرضيع الذي ساقنا لهذا الكلام أنها نظرت إلى الصورة الظاهرة فاستحسنت صورة الرجل فدعت لابنها بمثل ذلك واستقبحت صورة الأمة وحالتها فدعت أن لا يجعل ابنها في مثل حالتها فأرد الله تعالى بنطصه تنبيهها بأن أنطق ابنها الرضيع بما يجب من مراعاة الأحوال الباطنة والصفات القلبية وهكذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الحديث وكما قال بعض حكماء الشعراء ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت وإن رديت بردا بردا إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا أو مجدا إن الجمال معادن ومناقب تفعلها أنت تورثك مجدا وهذا الصبي ظاهره أن الله خلق فيه عقلا وإدراكا كما يخلقه في الكبار عادة ففهم كما يفهمون ويكون خلقا للعادة في خلق ذلك له قبل أوامه ويحتمل أن يكون أجر الله ذلك الكلام على دسانه وهو لا يعقله كما خلق في الذراع والحصة كلاما له معنى صحيح مع مشاهدة تلك الأمور باقية على جماديتها كل ذلك ممكن والقدرة الإلهية صالحة لذلك وأما عيسى عليه السلام فخلق الله له في مهده ما خلق للعقلاء والأنبياء في حال كلامهم من العقل الكامل والفهم الثاقب كما شهد له بذلك القرآن في هذا الحديث فوائد منها عظم بر الوالدين عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاءها مستجاب ومنها أنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمها هذا الإنسان العالم الفقيه الفهيم ستعارض الأمور فيقدم الأهم فالأهم الأعظم فالأدنى الأولى فالأولى ومنها أن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد يجري الله عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم فيكون لطفا يعني بهم ومنها إذا رأينا وليا ابتولية واستمر في البلاء حتى مات هذا لا يطعن فيه بدليل أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد أكثر من سبعين نبيا فهذا النبي الذي قتل وعذب وأهين ومات وهو مظلوم ألم يكن نبيا بلى فأيهم أعلى رتبة هذا الولي المعذب أم ذاك النبي ذاك النبي على الرغم من ذلك مات معذبا وقتل مظلوما فهذا لا يخدش في كونه وليا ومنها استحباب الوضوء والصلاة عند الدعاء بالمهمات كما فعل جريج ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا فقد ثبت في هذا الحديث في المخالي فتوضأ وصل أما التيمم هو خاص بأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة ومنها إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم هو يطلب الكرامة لين يخلص من هذا المأزق الذي حل وقع فيه وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين وهذه عقيدة أهل الله ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم لا وصحيح هذا الكلام ونحن أنا ما أدركت ولكن أدركت من أدرك سيد الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى كان يطلب الكرامات فتحصل على يديه كان تحصل الكرامات باختياره هو يطلبها إي نعم ولكن لم يكن رحمه الله رضي الله عنه ممن يفتن بتلك الكرامات ولم يكن ممن يقف عندها بل يتجاوزها مباشرة ليعود إلى حاله وطبعه وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ومنه ومنعه بعضهم والدعى أنه مختص بمثل إجابة دعاء ونحوه لا ليس صحيح هذا الكلام الكرامات قد تكون خرقا لعادة وهذا غلط من قائله وإنكار من الحس من الصلاب جريانها جريان الكرامات بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه ثم قال باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائل الضعفة نقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا وحفظنا بأسرار الفاتحة ترجمة نانسي قنقر